المجتمع المدني في مملكة آل سعود يقبع خلف القضبان وإما يعيش خارجه في سجن آل سعود الكبير الذي يحضر فيه السفر إلى الخارج يأتي في مقدمة قارة المنظمات المدنية مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية المعروف اختصارا بحسم وهم كل من القاضي سليمان الرشودي الذي يبلغ من العمر ثمانين عاما لم يراعي آل سعود حرمتها إذا أخضعوه للتعذيب ولسوء المعاملة وأصدروا عليه حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ولا يعلم إن كانت هناك بارقة من الأمل في تذوقه لطعم الحرية التي ناضل من أجلها طوال حياته هذه غالية ولكن ولكن كرامتي أغلى منها مؤسس آخر للجمعية هو محمد القحطاني يقضي هو الآخر حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان وخاصة المعتقلين تعسفا فيما يقضي زميله عبدالله الحامد حكما بالسجن لمدة أحد عشر عاما قلب وضعنا من مبلغين عن انتهاكات إلى مدعا علينا بجراء المدور رائف بدوي والمحامي المدافعي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير يقضيان كذلك أحكاما مطولة بالسجن فيما فرضت السلطات حظرا على سفر المدافع عن حقوق الإنسان سمر بدوي هذا النظام الذي حول البلاد إلى مقبرة للمجتمع المدني ولحقوق الإنسان واليمن إلى مقبرة للأبرياء انتخبته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عضوا في مجلس حقوق الإنسان فيما لا يزال أدعياء الترويج للديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم يعتبرونه حليفا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه أنا سعيد أيضا أن أرىكم في المكان المفضل لي لا أنا أحب هذا المكان كبير هذا المكان المفضل